خبر بقى وزلزل العالم امبارح خبر تراجع التصنيف الاقتماني للولايات المتحدة الامريكية يعني ايه التصنيف الاقتماني دلوقتي انت معاك فلوس انت مؤسسة مثلا صندوق سيادة عالمي بانك كبير بيقرد في دولة طلبة قرد مثلا فانت كمقرد كمؤسسة بتروح داخل على مؤسسات التصنيف اللي هي بتصنى في الدولة دي وضعها المالي عامل ايه ففي تصنيفات في اعلى تصنيف تلاتة ايه 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 وبعدين اتنين ايه وبعدين واحدة ايه وبعدين سالب ايه سالب اتنين ايه وهكذا وفي البي ويه تلاتة بي زائد تلاتة بي وهكذا امريكا هي ربع الاقتصاد العالمي اجمال الناتج القومي بتاعها بشع هي وقدة حصة قد كده في صندوق النقد دوي تنتج 25% مما ينتج العالم عملتها هي العملة الاقوى عالميا وهي عملة الاحتياط في كل البنوك امريكا محدش قرب منها منذ سنوات طويلة في مسألة التصنيف الاقتمالي جات مؤسسة فيتشي انبارح وراحت مفجرة قنبلة نووية وقالت انا خفضت تصنيف الاقتمالي بتاع امريكا الخبر طلع من هنا حصل زلزال في اسواء المال وحصل زلزال في العملة الامريكية الدولار اول حاجة الدولار تراجع سعره امام العملات الدولية بس يا خير امريكا دي كانت 3 ايه سوبر السوبر ايه يعني لما تبقى ايه ايه لا ممكن للشهر الجاية تلاقي ايه واحدة طب ايه اللي حاصل ايه اللي خلى مؤسسة فيتش تعمل كده قالت لك فيه مديونية كبيرة الامريكا فيه تضخم كبير هي ايه سبقى حاجات مؤشرات اقتصادية طيب ينتج ايه عن هذا التصنيف التراجع تراجع قيمة الدولار امام العملات العالمية ما تقوليش امام الجنيه لان الدولار عندنا سلعة مش عملة طيب يحدث ايه ايضا لما تيجي تسلف امريكا فلو كنت بتسلفها بستة في المية تسلفها بسبعة وثمانية في المية ما انا التصليف ده مش لوبيا كده لا بعقولة امريكا هنقض رجل على رجل احنا بنسلفها وناخد فايدة عالية انت يا امريكا الله ده زيك زي بقيت الدول بقى النمية يعني اه طيب ايه اللي هيحصل تاني لما الدولار امته تراجعت على طول هوب المستثمرين كبار المستثمرين في العالم اه مسلفين امريكا وكلام قالك طب ما احنا الدولار هناخده امته من خفضة لا احنا نسيل الحاجات دي نبيعها في الاسواق العالمية فالدولار امته هتقل لأكتر وناخد الدولارات دي والروحة الدهب فهنشتري دهب متوقع ان الدهب يرتفع في الاسواق العالمية خلال الايام القليلة القادمة وانا شرحت لك ليه لان اللي مسلف امريكا مثلا عشر مليار دولار امت الدولار بتقل يقول لك لا يا عم انا اسحبهم وانزل اشتري دهب ده الدهب دلوقت سعره نازل اخليهم معايا شوي فده زلزال في اسواق المال ان احنا وصلنا ان امريكا نفسها تصنفها لاقتماني بيتراجها طب ده حصل لامريكا امت من حوالي اتناشر لخمستاشر سنة فات طب بيحصل لدول تانية ام بيحصل لدول اوروبية عادي جدا يعني واحنا تصنفنا لاقتماني في مصر ما تراجع وتصنف البلوك البصرية بتراجع انا حابب اقولك ان العالم كله في حالة ديلمة بالمناسبة في حالة تغيير كبيرة جدا يعني العالم بيعاني من مجونية كبيرة جدا تراجع تصريفاته الاقتمانية اللي معاه ارشمه تخبط يجب بيهم دولار ولا دهب خلي بالك اللي انت بتفكر فيه هنا بره برضو بيفكروا فيه ارتفاع اسعار وتضخم مهول بالمناسبة